السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تنتمينا تكونوا بأخير اليوم غنشارك معاكم الوصفة ديال هاد ديسر تيجي الشكل دياله راقي و تيجي لديد في المدق دياله المكونات دياله ماشي متيتطلبش يعني مكونات كتارين بزاف تنحتاجوا لفغاز تناخدوا الكمية يعني اللي نحتاجوها هنا تنخليت هاد لي بيس هادو صحاحين وهاد لي مخصو صغارين قطعتهم طرف صغارين على حقاش غادي نطيبوه تايزمنا الحليب هنا عندي الكريم باتيسيار ان بودغ إلا لقيتوها ان بودغ ستعملو ان بودغ يعني تتسهل علينا الخدمة وإلا ما كانتش ان بودغ نوجدو الكريم باتيسيار عادي وعندنا لسكرون بودغ وطابعة الحال تنديرو رشة ملح أول حاجة غادي نبدو بيها غادي ناخدو هادو كلف غاز اللي بتي مخصو وغن ديرو هادو وغن ديرو هادو غادي نزيد عليهم انا زيت دو كيار غاسب ديال سكران بودغ تايبقى اختيار بغيتو تستعملو أكتر بغيتو تكتافيوا بزوج وغاوم من بعد دوقوه إلا كان لازم كوم الحلواز أو تزيدوه المهم غادي نديرو هادو فوق النار وغادي نخليو هادو يعني تيرجعو بحلا كون فيتر افيك ديبتي مخصو يعني تيبقى واحد ديبتي مخصو صحاحين اهنا تنخليو هادو حتى تيشربو لنا شوية لوجي ما تيبقاش بزاف ديال لوجي في الاول تيكون لوجي بزاف تنخليو حتى تيشربو تنوضعوهم في واحد ديبول تنخليو ميبردو ودابا غادي نوجدو لكريم باتي سياغ ديالنا كي ما قد لكم انا هنا يا عندي انبودغ إلا قيتوها انبودغ راسي تري تري بيان تجيزوينه وما تنحتاجوش نديرو هادو طيب تتوجد هكا بلحلي بارد وتتعقد هنزيد هنا يسكر برسكو ديجا هي حلوة شوية هنزيد غير انكويا رشة ملح ودابا غنزيد لابودغ ديالا كريم باتي سياغ نخلطها بلفوة بحلاكة احتا غادي تتخلق لنا مزيان وهدا تيجي لديد بزاف يعني ديسار وفليز اوكازيون هكا احتف رمضان ان شاء الله يعني لديد وفيه يعني فيه فوائد يعني حقاش تناكلو بحلاكاية الفرس تناكلو القشدات الطارية تناكلو الكريم زي عمال الديد بزاف وموفيد هنالكريم ديالنا واجدات غنغطيها بأنفيل ماليمونتار ونوضعها فتلاجة باش تبرد هناليا خديت الكريم فراش تكون ترانت و ترانت سنك بورسان ديال الماتير غراس باش تصدق لنا مزيان هناز تعليها جوج مع ديال السانيدة لسكران بودر ومن بعد من اللي تنوجدو هادي الكريم اللي تطلع تندوقو إلا كان ناقص الحلوان قدو نزيدو هناز غادي نتربوها حتى غادي تطلع مما غاديش نديروها فاغم ماشي تكون بيان فاغم نخليوها شوية يعني لحقاش مازال غنوضعوها فتلاجة وغادي تعقد ما نديروهاش بيان فاغم هنال غادي نغطيوها حتى هي وغادي نوضعوها فتلاجة من بعد تنقطعو المهم تنوجدو دوك اللي بتي موخصو ديالنا أنا هناليا معدرت لينوات بيكون انترتان در تنفلو فاغ باش تحمرو شوية ماشي بزاف متاولي في موحدو كوستيان الديد دابا غادي نخلطو هاد ليدو كرام انسامل غادي ناخدو لكرام منتي غا ناخدو منها شوية وغا نزيدو على الكرام باتيسيار وغادي نخلطو غير بيدينا بو هاد الحراكة غا تكون دائريا يعني باش من هبطو من هبطوش دك الميلانج باش يبقى شوية هانتو ما غادي تشوفوا الشكل ديالو يعني ما تطربوش بزاف تنديرو دوك الحركة دائريا باش تيبقى الميلانج خفيف وما تيوليش عود ليكيد تنحركو غير هكا بلا سباتيول على الشكل دائري المهم انا هاد القياس هادي كونتيتي ليدرز أعطوني سيفيرين إلا بغيتونتو ما أكتر غادي تدوبلوا لي كونتيتي باش يعطوكم بلس دو بياس انا هنية تندير يعني هاد النكها هادي تيعجبني إما الزهار ولا ما ورد غادي تندير واحد كلك جوت هكا باش يعطينا واحد ماداق لديد اللي ما بغاش يدير الزهار يقدر يزيد في الأول بالحق واحد يعني نوك هاد الفاني ولا السيترون هتا هوتي يجي لديد بساف هنيزت الباقي ديال الكريم مونتي وتنكملو هكا تنحركوه بهاد الشكل هادا باش ما يهبطش لناوتي يبقى يعني هكايا بحلة شوية موسة هاد الوصفة ضروري تجربوها يعني راه الديدة بساف يديدة بزاف وحتى في المنظر تجي يعني تجي زوينة هنه يخديت واحد البسكويت وسميتو ودرتو غير بالمدلك واحد ساك بلاستيك ودعكتو حتى ولا بحل هكا وزيت عليه دو كيارة سوب ديال كاكاو هنه اخدينا ليفيرين ديالنا نهاية جلية جلية فهد دي فيرين عدو ردين ديرو بحال هكا إن كوير سواء إن كويرا سواء سواء هكا دو بتت كويرا كافي ردين ديرو هكا هد ميلانج في الهول ردين حتو شوية من لكرم ردين غتو بلا كرم انفت هديرا لكرم ديبلومات لميلانج ديالي دي كرم سيعتنا لكرم ديبلومات ردين نديرو شوية دلا كرم هلاكا ردين نغطيو غناخدو شوية من اللي درناهم كونفيتوخ ردين نحطو شوية يعني تنديرو عيننا ميزاننا المهم نحاولو باش نقدو باش يبقالنا الليفيرين كاملين اي كونتي تدرناها نحاولو نقدو يعني باش يقدو يكفينا في كل شي ومن بعد تنعود نزيدو النطر بارتي ديال لكرم على هاد الشكل هادا وتنغطيوه وتن يعني الليفيرين ديالنا كلهم تنصوبوهم بهالطريقة هادي حسنا نحاولو نقدو لك خيالي وفي نحاولو نقدو لك خيالي على اليفيغين اللي عندنا كاملين تنحركوا اليفيغين ديالنا على هاد الشكل هادا باش لك غيم تتقد ومن بعد هاداك هاداك الفغاز اللي درناهم الطابوخ تنحطو شوية فكل واحد تنحطو شوية الوسط ومن بعد تنحطو البتي مرسو دياللي فغاز اللي خليناهم لفينيسيون وانايا اهنايا درت لينواد بيقون كيما قلت لكم متو ما غا تشوفو بغيتو تديرو لينواد بيقون ديروهم ما بغيتوش تديروهم يعني لما كانوا شي ماشي مشكل إلا بغيتو تديروهم مام لي كاكاويت قدو تديروهم تنتمنى تعجبكم لصفات جربوها دعمونا بالاشتراك في القناة ما تبخلوش علينا بالاشتراك في القناة وسجعونا باش نتابعوا معاكم تنتمنى لكم امسية سعيدة وفي امال الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة